مشروب معظمنا بنشربه كل يوم هيغير شكل شعرك خالص هيحول شعرك منهايش لشعر ناعم وصحي كمان بيطول الشعر بسرعة وبيمنع الشيب ولو فيه شيب بيغطيه تماما مع مرور الاستخدام انا شيري خبرت التجميل لو عايزة تستفيدي من خبراتي بعالم التجميل تابعين ودلوقتي بقى تعالوا نعمل الوصفة ونشوف الطريقة الصحيحة لاستخدامها عشان تدينا نتيجة كويسة بوقت قصير كل اللي هنحتاجه وهو معلقة صغيرة من الشاي على كوباية الشاي بنيت رهيب جدا بيمنع التساقط بيحفز بصيلات الشعر على النمو بسرعة كمان لو فيه شيب زي ما قلنا باول الفيديو بيغطيه مع مرور الوقت وكمان لو ما فيه شيب بيمنع ظهوره تماما انا دلوقتي اخدت معلقة صغيرة على الكوباية هضيف عليها المياه اللي بتغلي زي طريقة الشاي العادية خالص وبعد كده هنقلبها كويس وبكده اصبح جاهز معايا بعد ما جاهز معايا كده هتركه شوية لحد ما يبرد ومن الافضل ان يكون دافي شوية يعني هنتركه لحد ما يكون دافي شوية بساط كده بحيث يتغلغل بسرعة في فروة الراس وده اللي احنا عايزينه وخصوصا في استعمال اول مر بعد ما تبرد كده هنحتاج لأي عبوة بخاخ او عبوة زي الموجودة معايا دي ودي كانت عبوة جل صبار وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنصفي المياه بتاعت الشاي وحنفضيها في العبوة الموجودة معانا زي ما انتو شايفين كده بقت جاهزة معايا تماما الاستخدام سهل وبسيط جدا خالص كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد من المياه الموجودة دي وهنضفها على فروة الراس اهم حاجة فروة الراس تتغذى منها تماما مش مهم باقي الشعر خالص اهم حاجة الفرو هناخد منه جزء بجزء كده وهنبدأ بتدليج في فروة الراس زي ما احنا شايفين كده تدليج بحركات دائرية خفيفة خالص كده بالشكل ده وطبعا لازم تغطي فروة الراس كلها على كامل الشعر من قدام ومن المنتصف ومن اصفل الراس لازم فروة الراس تتغذى كويس عشان تغذى نتيجة كويسة استمري على الطريقة دي مدة ما تقلش من شهر كامل هتلاقي تحويل وتغيير كبير في شعرك شعرك هيتول اكتر وكمان هيكون كوي ومش هيبقى فيها يشان ولا جفاف في الشع خصوصا يا بنات ان احنا دخلين على فصر السيف ومعظم البنات بيبقى عندها جفاف في الشع وبيظهر عندها مشاكل اشرف الشع لو انت انتظمت على الطريقة دي هتتخلصي من كل المشاكل دي تماما وشعرك هيبقى صحي وكسيف وناعم جدا بس كده يا بنات دي كانت ابسط وقصة الوصفة ممكن تفيد شعرك ومش هتستغني عنها بعد كده اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم عشان الكل يستفيد وما تنسيش كمان الاشتراك بالقناة لو حب يوصلك كل الوصفات والفيديوهات الجديدة بتاعتي اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد على خير اشتركوا في القناة